الحقيقة خبر غريب ويفنا قدامه كتير بيتكلم عن احتفالات القوات المسلحة بتخرج الدفعة الاولى افهم انها الدفعة الاولى من مشاة البحرية من الحرب الالكترونية من السعقة من صف الضباط من اي حاجة ده اللي بفهمه انما الدفعة الاولى من مأمور الضرائب المرشحين للعمل بمسطحة الضرائب شوفوا الخبر حضراتها القوات المسلحة اما ما لهم كلهم بنات لي يا جماعة ولا انا مش اخبقى لي تحتفل بتخرج الدفعة الاولى لمأمور الضرائب ولادنا بقى وجبنا شموع ودايما دموع 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 احتفلت الاكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدفعة الاولى رقم واحد مأمور الضرائب في ست ساعات المتقاقدين من الزكور والاناس وانواع تاني لو تحبها بالكلية الحربية والمرشحين للعمل بالمصلحة الضرائب المصرية وذلك بعد اتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة المالية الله الوطن يعني والقى اللي هو اشرف سالم زاهر دول ثلاثة ولا واحد موديل الاكاديمية العسكرية كلمة قدمة خلالها التهنئة للخرجين واثرهم وعملوا عرض عسكري سلام سلاح ومشاء وتعظيم سلام وخرجوهم طب ما هو الجيش بيتولى تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالمصلحة الضرائب ليه لا والله ما حكم عسكري طب ليه برضو كل التجارة قفلت مصلحة الضرائب المصرية اللي عملت مص دم الشعب من ستين سنة قفلت ليه ليه وبعدين الاية دي دخلت ازاي دخلوا ازاي دو مم ما تصحى مش المفروض شو وزارة مالية هي اللي بتتولى تدريب الشعاب الدول لا ده وزير المالية كان بيروح كمان يزورهم في كليات حربية وتمن على ولاده فليذات اجباده التي تمشي على الارض اهو القوات المصلحة تنظم زيارة وزير المالية بالكليات الحربية بيقول له بقى عندنا ده تمثال نبار باشا وده تمثال مش عارف ايه وقادي الصور دي والله جبناها هو اللي واقف بس بس واقف انا بس واقف انا العسكري اللي واقف ده شمال الصورة ايه مين الصورة ده ولد اللي بنت هو حال اتراسه ولد بس تكوينه جثماني كده يعني ايه يعني ايه لكن هقولك ايه وجايبي له نمازج والراجل واقف اهو البنترون هيوقع فتح ليجله عشان البنترون ما يوقعش وقعدوا بقى يقولوا له بقى النجف وجبنا الصور دي من سنة تسعة وكنا بس يعني ايه لما دورنا شوية صغيرين لقينا ايه بقى ايه بقى ايه لقينا لقى انه مش بس مأمور الدرايب اللي بيتم تدريبهم في الجيش قبل تعيينهم لقينا القضاء كمان بيأخذوا دورات في الاكاديمية العسكرية قبل تعيينه اهو بروتوكول بينادي القضاء ووزارة الدفاع لعقد دورات باكاديمية ناصر سالخير يا جماعة اهو يعني يدربوا القضاء بعد ما يختروهم يعني ده غير اكاديمية الشباب التابعة للسيسي هي كمان بتدي دورات للقضاء قبل تعيينهم سيسي وصل اخضاء القضاء دورات اكاديمية للشباب شرط تعيين يا حضرات زمان ده المدرسة بقى فيها نقطة شرطة عسكرية المدرسة اي مدرسة بقى فيها بيسموه الحاكم العسكري المدرسة زمان كان في شرطة مدرسية دلوقتي بقى فيه كل مدرسة نقطة عسكرية وخلاص بقى فاحنا نعود العيالة على التجنيد بدري بدري والله لسه بدري يا شهر الصيام ما ليه هنسيبها كده نا لا السيسمي يصنع طبقة كاملة عسكرية مجتمع كامل عسكرية سواء كان من خريج الكلات العسكرية او اللي بيدخلوا عشان ينضموا او يتصبوا عسكرية حتى مأمور الدرايب حتى مأمور الدرايب طب ايه داخل الجيش مش هيمها والله حد يفعيمني ويطلع يقولك لا والله ما حكم عسكر عسكر ده كان واحد صاحبي كان مجنون شوية بس مات يعني اللي بعده اشتركوا في القناة